على وقع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو ثلاثة أشهر تحدث تقرير نشرته صحيفة World Street Journal الأمريكية عن حجم الدمار الذي خلفته الحرب التي قال إنها الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث وبحسب التقرير فإن إسرائيل قصفت القطاع بتسعة وعشرين ألف قنبلة حتى منتصف كانون الأول ديسمبر الجاري ما أسفر عن تدمير نحو 70% من منازل المدنيين وإلحق أضرار بكنائس ومساجد ومراكز تجارية ومدارس وأوضح تقرير الصحيفة أن جزءاً كبيراً من البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية والحيوية لقطاع غزة قد بات غير قابل للإصلاح مشيرة إلى أن معظم مستشفيات القطاع باتت مغلقة ولم يتبقى في الخدمة منها سوى ثمانية مستشفيات من أصل 36 وأن الجيش الإسرائيلي دمر بساتين زيتون وأشجار حمضيات وغيرها وكانت الأمم المتحدة قد وثقت أن 342 مدرسة تضررت في القطاع الفلسطيني إلى جانب 70% من مدارسه الخاصة وأكثر من نصف الطرق وفي الصياق قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وطرماس وايت في منشور على منصة X إن 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة وضيفاً أن هناك حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل آمن ومستدام ترجمة نانسي قنقر